بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها السادة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتصفا بالشجاعة والذين وصفوه بذلك هم أصحابه صلى الله عليه وسلم بل أقول هم الشجعان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لك بادئ ذي بدء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بالصدق والصدق صفة تستتبع عدد من الصفات يعني لما تلاقي إنسان صادق والصفة دي أصيلة فيه تعرف أنه مع الصدق كرم ومع الكرم شجاعة طيب فلان كذاب الكذب معاه بخل والبخل معاه جبن يبقى فيه ثلاث صفات مع بعضها صدق كرم شجاعة وفيه ثلاث صفات مع بعضها كذب جبن بخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له وإنك لعلى خلق عظيم الكفار في الجاهلية وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق الأمين ولقبوه بهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب حتى في وقت الحرب الوقت اللي يباح فيه الكذب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري يعني إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى بعض الوسائل التي لا يكذب فيها على سبيل المثال هو صلى الله عليه وسلم ناوي يسافر أو يخرج بالجيش أمر الجيش بالتجمع يخفي أي معلومة إحنا هنروح فين ما يقولش وما يكذبش صلى الله عليه وسلم طيب هنطلع لجهة الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم يكتم هذا يبدأ يسأل عن أي قبيلة في جهة الشرق مثلا فيسأل يقول القبيلة الفلانية روح لها منين فالناس تستنبط بأن القبيلة دي في جهة الشرق يبقى هو هيتجه الشرق بعد يومين ثلاثة يسأل يا جماعة هو فيه طريق تاني للقبيلة الفلانية هو سأل لكنه لم يقل أنا سأذهب هو بيسأل الطرق دي بتودل فين وفيه مسلك تاني طب الطريق ده بيودع على فين خلاص الجواسيس اللي بيجمعوا الأخبار يقولوا ده النبي صلى الله عليه وسلم يتجه لجهة الشرق يقوم خارج بالجيش ومتجه للشمال مثلا فهو لم يكذب صلى الله عليه وسلم حتى في وقت الحرب صلى الله عليه وسلم وكان نبيه صلى الله عليه وسلم شجاعا سيدنا علي بن أبي طالب وهو الفارس المعروف صلى الله عليه وسلم كان يقول كنا إذا حميت الحرب واشتد القتال اشتد قال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه يعني في وقت شدة القتال والطعن والضرب بالسيوف والرماح والسهام تنزل على الناس يقول إحنا كنا بنحتمي في جسد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقف وراء أقرب واحد للعدو كان بيبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحدث هذا في أكثر من موقعه على شبيل المثال في يوم أحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم أحد وقد حفرت الحفر والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وأصبح جيش المشركين يحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتركيز على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقاتل وظل يقاتل حتى انتهت المعرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر لم يترك الميدان وإنما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل إلى أن انتهت المعرك وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم يومه في يوم الطائف الصحابة وصل عددهم إلى 12 ألف مقاتل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لـ 12 ألف مقاتل أكبر عدد حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر عدد في معركة أو في غزوة أخرى 30 ألف مقاتل في غزوة تبوك لكن لم يحدث قتال فأكبر عدد اشترك في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم كان 12 ألف مقاتل وهذا في غزوة الطائف بدأوا يدخلوا وبعدين بعض الصحابة قال لن نغلب اليوم من قلة نحن عمرين ما وصلنا العدد ده فدخلوا كان المشركون قد تخبأوا لهم في الأحراش عاملين كمين للمسلمين وبمجرد دخول المسلمين هذا الوادي أم انقضوا على المسلمين فر الناس شرقا وغربا وأمام وخلف ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه عدد قليل يعد على أصابع اليد الواحدة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني حاول تهرب لا طيب بلاش الناس تعرف مكانك إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته ينادي ويقول مرة عن يمين يا معشر الأنصار ومرة عن يسار يا معشر الأنصار وسمع الأنصار نداء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أبشر يا رسول الله نحن معك وبدأ الجيش يرجع من تاني طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوحد وحواليه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وبعض القلة من الصحابة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بيقتله وبيقتله في وسط يعني كمين نصب ليهم وأعد لهم بإحكام ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يظل يقاتل ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب صلى الله عليه وسلم الله يعني كأنه يعلن عن نفسه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلا من شجاعته وهذه شجاعة إنما هي صفة وضعها الله تعالى لكمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكمال البشري فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله على شيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبا وكرامة وأسأله تعالى أن يجمعنا معه وأن يسقينا من حوضه الشريف سلام الله عليكم ورحمته وبركاته